والله الإفنت فكرته كويسة جدا أن مجال الرياضة أو مجال الكورة في مصر مجال كبير جدا 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 ولكن مفيش حاجة أو إفنت أو موفمنت بتجمعه كله في مكان واحد يعني للأسف كل حاجة سكاترد فالإفنت ده مثلو أنه هو بيجمع كل حاجة في مجال كورة القدم في مكان واحد فبيسهل على ناس كتير قوي بيفتح مختلفة لناس من جوه المجال ومن بره المجال أنها تشوف الحاجة الموجودة في الماركت والحاجة اللي ممكن مقاش الناس عرفها والفاوسبلات اللي بتوصل الناس ببعض أنا عمدت شخص مقتنع في حياتي أن النجاحات لو فيه حاجة نجحة موجودة نجحة ممكن نعمل زيها ممكن نبص على هي نجحة ليه ونعمل الشبه اللي هي نجحة فيه مش نقلد الحاجة ولكن نفهم هي نجحة ليه إيه الخطوات اللي نجحت الفكرة ونطلع بأفكار جديدة أنا شايف أن مصر فيها كبير جدا بأفكار مختلفة كتير جدا في مجال الرياضة مصر رائصة لسه حاجات في مجال الرياضة كتيرة جدا هناك موجودة برا ومنها لا يوجد موجودة فما فيهش حاجة واحدة ممكن لو تعمل تطور الرياضة لا بل بالعكس في حاجات كتير قوية ممكن تتعمل تساعد الرياضة في مصر لانها تتطور بشكل علمي جدا 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 وشكل يخلي الرياضة في مصر تتطور بمستوى عملي قوي لسه فيه بوتانشيل كبير قوي في الرياضة في مصر في كل مجالات الرياضة سواء بقي رياضة احترافية أو رياضة للهواء أو مثل عسابين المثال البادل مثلا البادل دخل مصر من كام سنة النهاردة البادل بيجري بسرعة جدا جدا جلوبل ليه ان الناس كتير جدا بدأت تلعبه فالناس شافت ان هو حاجة انتريستينج ودي حاجة بسيطة فدخل البقاء على كده حاجات كتير قوي ممكن تطور رياضات مختلفة في مصر زي مثلا ما كنا نتكلم عن محمد الوقت كورا ستاتس كت فكرة النهاردة كورا ستاتس في الدوري الممتاز كله وبدأت تخش الدوري ممتاز به فهي فكرة ففيه بوصيبوليتيز كبيرة قوي الفتنس النهاردة احنا ما بدأناها من كام سنة كانت الناس بتضحك علينا يعني ايه مرن برفورمنس يعني ايه مرن برفورمنس النهاردة الفرق بره عندها سبعة و تمانية أعضاء او مدربين في الجهاز بتوع برفورمنس بس من اول الاناليتيكس لحد الملعب لحد الجيم روم لحد الريهابيليتيشن لحد حاجة كتير قوي فهي الافكار كتيرة بس ان حد ياخد فكرة ويدرسها كويس جدا ويطبقها ويصبر عليها فهو ده اللي انا شايف فيه بوصيبوليتي كويسة جدا وبوتانشل كبير جدا بص انا بحب الجملة دي جدا ليه بقى ان المدربين او جزء كبير او مدربين بتستسهل يقول لك ايه اللعيب بيشطف في دقيقة ستين طب انا تشتيب اللعيب ده مش مشكلة اللعيب بس فيه جزء على اللعيب وفيه جزء على الجهاز اللي هو البدني والفني والكاروي وكله جهاز كله بقى اكمله من فعشان ايه ايجا اقول قص اللعيب ده مش فاهم انا فاهمه دوري ان انا فاهمه انا ما اشتغلنا اشتغلت ما اشتغل مع كزا فرقة فيه فرقة من الفرقة اشتغلت معها اللعيب انا كانش عارفة ان هي تسح وتنام امتا حاجة بسيطة جدا احنا بنشوف ان المفروض اللعيبي بيعارف حاجة زي كده ايه مفروض عشان مفروض يبقى مدرب علموا الكلام ده طب هو في مسيرته كلها محدش علمه ده قصل لحد عندي اسيبه وقول مهوكر المفروض يبقى عارف ولا علمه فاللعيب يتعب بالدائج 60-70 دوارد جدا مش في مصر بس في اوروبا موجود برضو ولكن الفرق اللي بيفرق نادي عن نادي او فرقة عن فرقة ان الجهاز بتاعها بيهتم بالتفاصيل البسيطة جدا اللعيب الشميات دي اللعيب بيأكل ايات دي بيأكل امتا اللعيب بيأخد سبليمنتيشن وبيأخدش سبليمنتيشن اللعيب البدني بتاع وبيخش الويتروم ولا بقى بيعمل جيم ولا ما بيعملش لو بيعمل جيم بيعمل ريكوفيري شكله عامل ازاي طب اللعيب لما بيسافر بيعمل ريكوفيري عامل ازاي تفاصيل كتير جدا وكلها حاجات بسيطة قوي بس هي سنة 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 لو خدنا واحد في المية من كل بند من البنوت دي في الاقرال واحد في المية دي بتجمع كم في المية فهي كم في المية دي اللي بتخليه العب تسعين ديئة بتخليه العب مية وعشرن ديئة التفاصيل البسيطة هي اللي بتفرق قوي اللعيب بيشطب بدري او بيشطب متأخر دي مشكلة الجهاز مش اللعيب لوحده ولو اللعيب الليفستيل بتاعه مش متناسب دوري أنا كمدرب ان أنا ساعده انه يحسن الليفستيل بتاعه في ساعات اللعيب لا بيستجبش يكون مهم جداً على اللعيب. لكن لا يأتي لك الجهاز من الأول يقول لك قص اللعيب. هل تعلمت وثقفت ونبدأ؟ نبدأ نتحدث. قبل أن تفعل هذا، لا تتحدث مع اللعيب. نتحدث مع نفسك أيضاً. هناك فرقة التي تعملنا معها. عندما تعملنا معها، كانت عالية جداً. عندما تعملنا معها، كانت أول 6-7 سنة. كانت عالية جداً. عملنا على الأساس أول شهرين ثلاثة. كل اللعيب لا تشرب أكثر من 1.5 لتر مياه في اليوم. أقصى لعيب كان يشرب 1.5 لتر مياه في اليوم. عندما تعملنا هذه الأساس، كانت هذه الأساس أول شهر. كانت نحلل للعيبة كل يوم تحليل عدد المياه الذي يشربوها. بعد 3 شهر، كانت كل اللعيبة تشرب على الأقل في اليوم 4.5 لتر مياه في اليوم. لكن هذا لم يكن في يوم وثنين وثلاثة. هذا يجب بعد 3 شهر شغل. هذا يجب. يسعى لكذا بقى ببنود كلها الثانية. فانتا النهاردة الإفاكت بتاع حاجة زي كده بيبدأ يبن بعد سنة. سنتين. زي بالزبط في الباني البارو احنا بنتكلم. محمد كان بيكلم عن نادي الزمالك. نادي الزمالك المدرب كنباتشيكو تقريباً بدأ يستخدم كرة ستاتس. بعد سنة أو 6 شهر أو 3 شهر تقريباً. أما المدرب تغير بدأت النتائج تبن. فساعات لما الجهاز بيشتغل النتائج بتبن مش في ساعتها. بدأ المؤكد مع الجهاز اللي بعده. ولكن الجهاز اللي بعده خد الشغل اللي قابله. فانتا النهاردة لما بتبدأ تشتغل على التفاصيل البسيطة دي. بتفرق جداً قدام على المدى الطويل. الفكرة ان المدربين بيبعزين حالاً دلوقتي. حالاً دلوقتي دي ما بتتبنيش مع السن الكبير بسرعة. بتاخد وقت. بتاخد وقتها بسنة بسنة. لو دخلت فرقة وغيرت مية وتمانين درجة كده. يمكن أن يكون خطر جداً. لو الإصابات ثلاثة أربعة في الفرقة يمكن أن يكونوا عشر أو اتناشر. فلازم يبقى باري بروجرسيف. واحد في المية كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة يام أو كل أسبوع. لكن واحد في المية وواحد في المية وواحد في المية. في الآخر هنوصل البروجرس كويس جداً. بس هاخد وقت. هذه الفرقة. فكرة. في المصدي.